دايما كنت بفكر حضراتكو لما بنتكلم عن المعتقلين في 2015 ابن معتقل ونائب سابق في البرلمان المصري الله يرحمه توفي منذ أعوام غنى أغنية اسمها أنا مش رقم وكان بيحاول يقول يا جماعة أن الناس اللي في المعتقل مش أرقام دول حياة دول أسر دول حكايات دول قصص كتيرة جدا دول ناس بتحبهم دول ذكريات كتيرة جدا لكن الحقيقة الخبر النهاردة بيبدو كده ويكأنه أن احنا بنتكلم على مجرد أرقام فأنا بدي حضرتك اللي بتتفرج علي ما تتعاملش مع الخبر اللي هقرى دلوقتي أن أنا بحكي لك حكاية أرقام لا تخيل معايا أن أنا بحكي لك حكاية ثلاثة ليهم أسر وزوجات وولاد وأباء وأمهات وجران وصحاب وحارة وشارع وزمايل في الشغل وناس كانوا بيشتري منهم وناس كانوا بيشتروا منه وبيتعاملوا معاه تخيل معايا أن الأرقام اللي هقولها دي مش أرقام دي قصص حياة بني أدمين للأسف ماتوا داخل سجون عبد الفتاح السيسي تعالوا نشوف مع بعض إيه الحكاية العرب الجديد بتتكلم عن وفاة سجين سياسي مصري في محبسي وده التالت في 48 ساعة الله يرحمه الأستاذ المحامي السابق والنائب المصري رجب محمد أبو زيد عنده 80 سنة توفي في سجن الأناطر للرجال بعد تدهور حالته الصحية بحسب رصد منظمات حقوقية المنظمات الحقوقية بتتكلم وبتقول أنه هو توفي بعد تدهور حالته الصحية واستوجب نقله إلى العناء المركزة بالمركز الطبي بسجن واد النطرون لكن للأسف الرجل لفظ أنفاسه الأخيرة الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أدانت جريمة التعنت في إخلاق سبيل المعتقل البالغ من العمر 80 سنة احتياجه الشديد للرعاية الصحية لعلاج المتواصل هنا السؤال اللي أنا عايز الحقيقة توقف شوية عنده هو النظام بيعمل إيه بناس عنده 80 سنة يعني معلش والله الأستاذ رجب ده الرجل عنده 80 سنة إيه الخطر اللي بيمثله على الأمن القومي أنا هنا مش بناقش فكرة هو مظلوم ولا مش مظلوم مش بناقش فكرة إن إحنا في دولة قانون ولا في نظام مهزة مش بناقش ده خالص أنا بس بتكلم من ناحية إنسانية وأنا عارف إن أنا قلت قبل كده إنه النظام ده يعني الحيوانات بتحسه وبتشعر أكتر منه مش مشكلة لكن أنا برضه هتكلم تاني بالعقل يعني راجل عنده 80 سنة بقاله 7 سنين في السجن ولا 8 سنين ولا 10 سنين أنت سيطرت على كل حاجة دمرت الظاهير السياسي بتاعه وعملت كل حاجة خلاص أنت البلب بتاعتك إيه الخطر اللي بيمثله الرجل اللي عنده 80 سنة يعني لو هو عنده مشاكل صحية وهيروح لعناء المركزة يا أخي ما تخلي سبيله وتخليه على الأقل على الأقل يموت في وسط أهله يعني على الأقل يشبعه منه قبل ما يموت يعني يعوده معاه يومين 3 أسبوع أسبوعين لكن فكرة أن الناس بتاعيه وبتموت وبتوديها لعناء المركزة عندك في السجن وما فيش رعاية طبية ف3 في 48 ساعة الخبر بيقول أنه ده المعتقل التالت اللي بيموت في يومين يعني إحنا بنتكلم في نسبة كبيرة جدا في يومين 3 أشخاص فقدوا حياتهم والسبب أن النظام ده عايز يخلص من المساجين طيب إيه الخبر التاني معنا النهاردة الخبر التاني معنا من روسيا اليوم هل جمال مبارك قادر على المنافسة على رئاسة مصر خبير يكشف ليه روسيا اليوم تفاصيل هم مين بقى الخبير ده الخبير ده هو أمين صندوق وعضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد المصري ياسر حسان عامل لقاء مع أرتي ومتكلم على موضوع جمال مبارك من كذا نحية وأنا بقول الخبر ما تحاولش تاخد الظاهر منه اللي هو إيه اللي هو أن الراجل بيقول أن دي فكرة غير معقولة من نحية التطبيق وأنه هيواجه عقبات وأنه مش عارف إيه وإبن مبارك والموضوع ده صعب أوي لا خلي بالك من سطر واحد بس هيقوله الراجل ياسر حسان ده وهو خلاصة الخبر ويمكن أصلا رتي نشر الخبر عشان السطر ده أوضح حسان أن ترشح نجل الرئيس يتطلب الحصول على حكم قضائي لممارسة حقوقه السياسية بعد مرور المدة القانونية عقب الحكم أوكي بيتكلم فيه جزء قانوني اللي بعده يمكن يظهر الجزء اللي احنا عايزينه شدر حسان أنه عندما تجرى الانتخابات ويعلن جمال مبارك ترشحه للرئاسة ها نقرأ بقى السطور الجاية سيقابل بهجوم شريد وستفتح له العديد من الملفات التي لم يكن يتوقعها بس خلاص الباقي بقى كلام دي بقى عادي أنه لا يمكن اختزال القصة في أنه قضية واحدة وعهد ممارسة لكن هو السطر ده هيحصل إيه؟ سيقابل بهجوم شريد ده بيحصل دلوقتي وستفتح له العديد من الملفات التي لم يكن يتوقعها اللافت للنظر أن فيه حساب على تويتر اسمه تقريبا إيكاد بيعمل طريقة الشغل اللي اسمها اللي هو بياخد موضوعه ويبدأ يتقصى في الحقيقة ويبدأ يدور وراها لحد ما يجيب أصلها في موضوع جمال مبارك إيكاد دول عملوا سلسلة تغريدات أو بحث كده أو تحقيق صغير لطيف جدا توصلوا أنه الحملة بتاعة دعم جمال مبارك والهجوم عليه هي حاجة مرتبة يعني ايه؟ يعني الكلام على جمال مبارك وجماله والرياسة ومش الرياسة دي مش حاجة كده هاب هازرد بتحصل كده أنه اتنين تلاتة قاعدين مثلا في الحمام مسكين التليفون فقرروا يعمله تويت على جمال مبارك لا ده وصلوا القصة أنها مدروسة وفي مجموعات مدفوعة أنها تعمل الكلام ده أنا هنا مش بقولك أنا معه ده أو ضده مش دي قصة لكن القصة أنه فيه حد بيحاول يحرك ملف جمال الرجل ياسر حسان هنا لما يتكلم على أنه لما يشتغل ستفتح له العديد من الملفات التي لم يكن يتوقعها ده تهديد لجمال دي رسالة بتوصل لجمال مبارك على لسان الرجل بتاع الوفد قد يكون النظام اللي يقولها وقد يكون لا لكن دي رسالة الجمال أنه خلي بالك يا جيمي لما نقرب من الجد لو قربت هتندم عارف أنت السيسي لما قالك اللي قرب يجرب ولا اللي مش عارف إيه أو بالزبط كم أنت لما هتقرب منهم هتجرب بقى الوجه القبيح لعبد الفتاح السيسي فهيطلع لك ملفات لم تكن تتوقعها تعالوا نشوف الخبر الثالث معنا النهاردة وهو خبر اقتصادي اعتماد إضافي في موازنة مصر بقيمة 165 مليار جنيه اتضح أن احنا عندنا عجز الحكومة مجلس النواب وافق على مشروع قرون مقدم من الحكومة عشان يعملوا اعتماد إضافي ب165 لتغطية العجز في العديد من بنود الموازنة عندنا عجز لأن احنا بنستلف زي ما انتوا عارفين ومحمد معيط قال الكلام ده أكتر من مرة طبعا نواب البرلمان رئيس اللاجنة الخطة والموازنة بيقول أن ده بيعود للتحديات بتواجهها البلاد بفعل الأزمات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية وفيروس كورونا وخسارة ترامب وثقب الأزون والاحتباس الحراري وتغير المناخ وكل الدباجة العقيمة اللي احنا بنسمعها منهم على مدار السنين اللي فاتت لكن بالتزامن مع خبر العجز ده بيظهر النهارده خبر تاني أن الدولار عدى 40 جنيه ايه ده معقول ده فين في البنك المركزي لا تعالوا نشوف الخبر الجاي بيقول الدولار عدى 40 جنيه فين موقع investing.com الجنيه المصري يصل لـ 40 في العقود الآجلة وسهم CIP يخبرك بأمر ما بيقول هنا أن العقود الآجلة للجنيه المصري بتواصل تراجعاتها من جديد وبتوصل للنهارده مستويات غير مسبوقة تخطط ظهر الثلاثاء حاجز الـ 40 جنيه مقابل الدولار لأجل 12 شهر ده وفقا لوكالة بلومبرج الناس كلها زي ما حضرتكم عارفين منتظرين فيه خلال ساعات يمكن أيام تعويم قادم للجنيه المصري لأنه ده مطلب من مطالب صندوق الناد الدولي وعمد الفتاح السيسي لن يستطع أن يؤجل الأمر أكثر من ذلك ترجمة نانسي قنقر